قام الوفد البرلماني الذي يقوم بالتحقيق حول نظام التربوي بإقليم بوركو قام بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم وذلك بهدف الوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه التعليم هناك محمد حسن عدم مواصلة لنشاطات البئثة البرلمانية للتحقيق حول النظام التربوي إلى إقليم بوركو حيث قامت بزيارة تفقدية لمختلف المؤسسات التعليمية بهدف معرفة أهم المشكلات أنكثب وذلك بدءاً بثانوية الشهداء بفايا وانتهاءاً بالمدرسة المركزية ألف المدرسة القديمة التي تعسست في العام 1946 ودرس فيها أغلب الرؤساء بالبلاد منهم فخامت رئيس الجمهورية إدريس سأديبي إتنو وأثناء هذه الجولة التفقدية فقد لاهز الوفد البرلماني الزائر للإقليم أن هناك العديد من النواقص في جميع المدارس دون استثناء لا سيما إن إعدام دورات المياه العمر الذي يجعل التلاميذ مغادرة الدراسة من أجل قداء الهاجة في بيوتهم النائب البرلماني لإقليم بوركو منصورة حامد نوري تكفلت فوراً بإصلاح وترميم دورات المياه فاكتشفنا أن المعاناة أكبر مما كنا نتصوره المدارس معدومة من حيث البنيان ناقص الفصول ناقص مدرسين تمنى من الجميع كلنا نقف وقت واحدة لإعادة تاهيل وتأذن أبناءنا في بوركو المندوب الإقليمي للتربية الوطنية عبدالله علي شكر النائب البرلماني على وقوفها الدائم بجانب أبناء الإقليم وتدخلها الصرير لإصلاح دورات المياه كما وجه نداء لأبناء الإقليم بأن يهزو هزو النائب البرلماني لأن التربية شأن الجميع هاكم الإقليم داود حمد بشير شكر هو الآخر النائب منصورة حامد نوري على جهودها الجبارة والمتمثلة في تقديم المساعدات لسكان الإقليم هذا وننوه إلى أن البئس لا هزت أيضا نسبة الفتيات في الفصول الدراسية مرتفعة النسبة الزكور كما أنه على مستوى الإقليم لا توجد إلا ابتدائية عربية واحدة لذا طلبت النائب البرلمانية من شركاء التنمية والذين يهمهم عمر اللغة العربية والسنائية اللغوية بإنشاء مدارس وفتح أقسام للتدريس باللغة العربية بجميع المدارس بالإقليم سياق متصل أعقد حاكم إقليم أندي الشرق الجنرال حسن جيربه اجتماعا ضم المسؤولين الإدارين بجانب عملته التعليم في الإقليم خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد وذلك لمعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسة التعليمية وإيجاد سبل لحلها حباسة بكر مصطفى تزامنا مع مطلع العام الدراسي الجديد 2017-2018 في كافة الأراضي الوطنية فقد أقض حاكم إقليم أندي الشرق حسن جيربه لقاءا مع المسؤولين التربويين إلى جانب النائب البرلماني بالمنطقة وقد تمحور اللقاء حول معرفة كيفية سير النظام التربوي في الإقليم وبعد اللقاء فقد قام حاكم الإقليم بمعيته النائب البرلماني بزيارة إلى عدد من المؤسسات التعليمية الأهلية والحكومية بمدينة أمجرس وكذا معهد إدريس دي بإتنو وخلال الزيارة لاحظ الوفد عملية الغياب والتسيب لبعض موظفي الدولة يعني معظم المدارس يعني استثناء أمجرس داخل يعني حس حاليا في وقت الهالي مدارس ما فاتوا أبوابه مشكلة يعني معظم المدرسين يعني جاءوا بعد ما جئنا في أمجرس بعد البدء المهم يعني في ذا لحظنا مشاكل عدة من ناحيته حاكم الإقليم طلب من المدرسين الالتزام مؤكدا بأن الحكومة قد بدلت الكثير من الأموال في سبيل نجاح التعليم بالبلاد حاكم اللقاء وينتوش غروس قد نقول وكان قالوا هنا دا ما يجو كان جاءوا قبل كلها بطان ما يقبلوا ألمني سرد يدقاشوا ورسل علينا ناس متعلمين يعلموا ناس المندوب التربوي بالإقليم فقد أبدى عن فرهاته بزيارة الوفدة إلى المؤسسات التعليمية مما يساعدهم للوقوف على الأقبات ومتطلبات المدرسين في المؤسسات العامة والخاصة نصب حاكم إقليم سلة رمضان إردبو أعضاء المكتب الجديد لأولياء أمور التلاميذ في الإقليم برئاسة سيد عبد المجيد حسن المناسبة شهدت حضورا كبيرا من قبل أولياء أمور التلاميذ بجانب المعلمين عايشة أحمد دوكي الجمعية العمومية التي أقادها أعضاء الخلية الجديدة لمكتب الجمعية الإقليمية والذي جاء بهدف إعادة حيكل الجمعيات أولياء أمور التلاميذ بفق النصوص الأساسية للفدرالية الوطنية لأولياء أمور التلاميذ والتي بموجبها عينا عبد المجيد حسن في منصب المنسق الإقليمي للجمعية بإقليم سلة هذه الثانية أتاحت للمندوب التربوي بشار أسام عيسى في أن يعرب عن ارتياه بهذا الحدث الذي يبشر بعودة جيدة للدخول الدراسي للعام 2017-2018 حاكم إقليم سلة رمضان إردبو في خطابه أشاد بالدور الرئيسي الذي تلعبه الفدرالية في حسم الكثير من القضايا التي تخص المؤسسات التعليمية وأن الفدرالية تعد جسرا بين المدرسة والإدارة من أجل تعليم جيد للأطفال كما شجع الحاكم الفريق الجديد على تنمية روح التعاون لإقامة علاقة طيبة بين مختلف مكونات النظام التعليمي في منطقة سلة وفي ختام المناسبة تأحد المنسق المنتخب أبد المجيد حسن تنفيذ مهمته على أكمل وجه خرج سكان مدينة ماو حاضرة كانم والمناطق المجاورة لها خرجوا في مسيرة تأييد ومساندة لفخامة رئيس الجمهورية إدريزي بيتنو للإنجازات المختلفة التي حققها بالمنطقة هذه المسيرة تم تنظيمها من قبل تجمع شباق شرار الحسين النو بعد الاحتفالات العديدة التي شهدها إقليم كانم من وضع الحجر عساس استقلال الحقل البترولي بريقريك وكذا وضع حجر عساس بناء مدرسة البترول بماو احتفل سكان مدينة ماو وكذا المناطق المجاورة لحقل ريقريك تعبيرا لمساندة رئيس الجمهورية إدريزي بيتنو في جهوده الرامية للنحوض بالاقتصاد الوطني مناسبة الابتحاج والمساندة نظمها تجمع شرار حيث خرجوا إلى بقوم منطقة واسعة تبعد بحوالي 75 كم من مدينة ماو وذلك لتشمل الفرحة كافة المناطق للإقليم بما حققه رئيس الجمهورية في إقليم كانم مسؤول تجمع شرار عبدالله عمر شكر رئيس الجمهورية وكل الذين قادموا لهذه الأحداث الكبيرة التي شهدتها المنطقة المناسبة تحدث فيها أبناء الإقليم معبرين عن رضاهم التام بهذه التظاهرة لتعايد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مؤكدين بأن هذه الجهود التي قام بها رأس الدولة تدخل في برنامج الخرطة الوطنية للتنمية التي تعرف بالـ جميع چشين بنى؟ تدخل في بلوطنية للتنمية اشتركوا في القناة